كان من حلقتين أو من أكتر أعتقد أن أخت فاضلة كانت بتسأل عزة كانت بتسأل عن مسألة الجنائز وكانت بتقول أنهما لما تبعوا الجنائز أو جنازة معاناة هي حضرتها ونهاهم الواعز اللي كان بيوعز في ذلك الوقت وبتقول طبعا إحنا اتكلمنا عن الحديث اللي قالوا وقلنا أن هذا الحديث يعني ضعفه أهل العلم والمفترض في مسائل الأحكام طالما اتفق العلماء على تضعيف الحديث إحنا بناخد بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لكن مسائل الخاصة بالأحكام بيبقى طبعا لابد أن درجة الحديث تكون مناسبة لاستقاء الحكم منها طيب إحنا لما شرحنا وقلنا يا جماعة أنه بيكره نقلا عن أهل العلم اتباع النساء للجنائز فكان بعض التعليقات على الصفحة أنه إزاي يعني حرام ولا مش حرام إحنا درجة الحكم بنعرفها مش بفكرة أنه حرام ومش حرام الحكم التكليفي عادة يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكلفنا أن إحنا نعمله يعني زي مثلا يطلب الله سبحانه وتعالى بالكف عن فعل شيء مثلا لما بيطلب رب العالمين وبيكلف سبحانه وتعالى العباد أنهما يكفوا عن فعل شيء معين طلب الكف ده بيندرج عندي إلى نقطتين أول حاجة أنه يكون الطلب ده واخد شكل أو صيغة الحكم التحتيم لازم تعمل كده لأنه لو في المخالفة بيبقى في عقوبة في النار أو أنه بيطلب بصيغة أو بشكل أنها بتكون فيها جزئية يعني يكره أنك تعمل كده فارق كبير ولذلك أم عطية الأنصرية الفقيهة العالمة والتي غزت مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوات كثيرة هذه الفقيهة العالمة لما ناقلت لينا الكلام بتقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا يعني فهمنا كراهة أنه النساء يتبعنا الجنازة في فارق بين التحريم وبين الكراهة يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما بيكلفنا أن نحن ما نعملش شيء بياخد مقتضى الطلب ده بياخد شكلين إما بيجي الطلب عن نهينا عن فعل شيء معين بطريقة فيها تحتيم لابد أنكم ما تعملوش كده لا تقربوا الزنا ده أمر أمر مبتوت أمر حتمي أن نحن ما ينفعش نقرب هذه الفاحشة الكبيرة لكن لما ييجي فيه أوامر أخرى بلاش تعملوا كده بس يطلبها بطريقة ما فيهاش تأكيد ما فيهاش تحتيم يبقى بتنزل من درجة التحريم إلى درجة أقل وهي الكراهة يكره أن انتوا تعملوا كده فالأمر واضح مش كل حاجة في الدنيا حرام صيغة طلب الكف عن فعل شيء إما بتيجي بصيغة التحريم والجزم بالتحريم أو إنها بتيجي بطريقة الكراهة يكره ليكم أن انتوا تطلعوا ورا الجنائز وبالتالي زي ما شرحت قبل كده إنه فيه كراهة وليس هناك تحريم وفارق بين التحريم وبين الكراهة كبير جدا الشيق الثاني كان من سؤال حضرتك بس حبيت أبين الأمر ده لأنه كان جاء عليه أسئلة وتعليقات كبيرة على الصفحة الرسمية بتاعتنا على الفيسبوك ترجمة نانسي قنقر